أكد رئيس مجلس الشيوق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقديره واعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والأردن جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الأعيان بالأردن فيصل عاكف الفايز وأكد رئيس المجلس حرص المجلس على أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع العلاقات لمستويات أعلى وأفاق أوسع على مختلف الأصعدة لتحقيق مصالح الشعبين الشرقين المصري والأردني ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني عمق العلاقات التي تجمع البلدين معربا عن أمل في أن تظل العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشيوخ والأعيان رافدا هاما من روافد الترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات